اعزائي طلبات وطالبات الصف الثالث الثانوي النهاردة لقاءنا مع الفرع التاني في المادة التطبيقية وهو الديناميكا والديناميكا هو القسم التاني من المادة التطبيقية طبعا احنا عندنا استاتيكا وديناميكا الاستاتيكا بتكلم على الجسم وهو ساكن الديناميكا بتكلم على الجسم وهو ومتحرك. فهنبدأ مع بعض دراسة الحركة. وطبعا اللي بيؤثر ان في حركة هي سرعة وعجلة ومسافة وهكذا. فهتعا نفتكر مع بعض قواعد الاشتقاق. هنفتكر مشتقة الدلة الف سين قس نون. كنا بننزل النون اضربها في الف ونقص من القس واحد. يبقى سين قس نون نقص واحد. طب لو كانت الدلة حاصل ضرب دلتين. فكنا بنشتق الاولى والنزل التانية زائد مشتقت التانية في الاولى. طب لو كانت الدلة عبارة عن خارج اسم الدلتين. يعني الدلة عندي فيها بسط وفيها مقام. بص معايا على شكل الدلة مختلف عن الصورة اللي قبلها. فيها بسط وفيها مقام. كنا بنربع المقام الاول لو انتم فاكرين. وبعدين نجيب له مشتقة البسط في المقام. ناقص لكن فوق كان زائد. من البسط في مشتقة المقام. بعد كده مشتقة الدلة القسية. يعني عندي قاف سين لكل قس نون. اول حاجة بنشتقها على مرحلتين. المرحلة الاولى بنزل النون تحت. فتبقى نون مضروبة في العقاف سين لكل قس نون ناقص واحد في مشتقة ما داخل القوس وده اللي جد بالنسبالي ان انا بشتقه اللي داخل القوس. طيب مشتقة الدوان المثلثية خرج. مشتقة ما مكتقة مشتقة الزاوية طب والجتا كان مشتقتها سالب جا في مشتقة الزاوية طب والزا كان مشتقتها قاتر بيع في مشتقة الزاوية. لسة احنا في مسلسل ما ما سبق دراسته ونفتكر معادلات الحركة اللي درسناها درسناها في سنة اولى سنوي تحت مسمى الفيزياء في معادلات الحركة ودرسناها في الرياضة في في الديناميكا فعايزين نفتكرهم مع بعضهم ثلاث حالات الحالة الاولى الحركة الافقية الحركة السقوط الحر حركة قذفة جسم رأسية اللي اعلى السقوط الحر اللي عجلت السقوط حر اللي عجلت الجاذبية تسعة وتمانية من عشرة قذفة الجسم الرأسية يعني بتحرك ضد الجاذبية يبقى سالب تسعة وتمانية من عشرة نفتكر القوانين هي عين تساوي عن صفر زائد جيم نون عين تربيع تساوي عن صفر تربيع زائد اتنين جيم فيه فيه تساوي عن صفر نون زائد نص جيم نون تربيع اما لو كان سقوط حر فبنشيل كل جيم ونعوض عنها زي ما انتم شايفين بدال دال دي قيمتها كام تسعة وتمانية من عشرة لانه ماشي مع عجلة الجاذبية طب لو نتكلم على قزفة جسمة رقصيا لاعلى هنحط دال بس بالسالب فهتلاحز ان القوانين كلها فيها اشارة سالب لان الجسم بيتخرج ضد الجاذبية يعني سالب تسعة وتمانية من عشرة دال فرق من حالة السقوط الحر والجسم اللي بيتحرك رقصيا الى اعلى تعالوا ندردش مع بعض ونشوف ايه هي بقى الدوال اللي مطلوب مني اشتقها وهي الدوال المسلسية مستر محمد الامتة تبقى الحركة متسرعة قال لي تبقى الحركة متسرعة لوجي منعين لهم نفس الاشارة يعني حاصل ضرب جيم في عين دايما اكبر من صفر يعني خلي جيم موجب وعين موجب او خلي جيم سالب وعين سالب يبقى ده معناه ان الحركة متسرعة لان حاصل ضربهم اكبر من صفر اكيد انت كده عرفت امتى تبقى الحركة تقصرية لو واحدة موجب واحدة سالب يعني هما الاتنين عكس بعد في الاشارة فيدينا دايما اقل من صفر يبقى الحركة تقصرية رقم تلاتة امتى الجسم بيصل لأقصى بعد او اقصى ارتفاع لما يكون عين بتساوي صفر نمر اربعة اذا تحرك الجسم بسرعة منتظمة اي اقصى سرعة منتظمة يعني سرعة سبت او حتى قال اقصى سرعة ده معناه ان مفيش عجلة يعني جيم بصفر طب اذا عاد الجسم الى موضع هو الاصلي بعد القذف في الحالة دي بقى الازاحة بصفر انا افترض انا حدفت حجر لفوق نزل عند نفس نقطة القذف تاني يبقى كده الازاحة عندي بتساوي صفر لكن خد بالك طول ما هو لسه طالع فالازاحة بالموجب وهو نازل الازاحة بالموجب اول ما يعدي نقطة القذف اللي انا قذفته منها يبقى الازاحة بقى بالسالب لانه هتجاوز نقطة القذف لكن تبقى بصفر لما يرجع نقطة القذف تاني يغير الجسم من اتجاه حركته عندما عين تساوي صفر الجسم بيغير امتى لما السرعة تتحول من موجب لسالب او من سالب لموجب بيبقى ساعتها اقول له ان الجسم اغير حركته نشوف مع بعض تفاضل الدوالي المتجهة اول المتجهة هو متجه الموضع سين ومتجه الازاحة ومتجه السرعة ومتجه العجلة ثم علاقة بنجيم وعين بصوا معي كده متجه الموضع هنسميه سين متجه الازاحة فيه وده عبارة عن سين ناقص سين صفر يعني ايه يعني هنجيب متجه الموضع ونعوض فيه مكان كل نوم بصفر فيطلع لي سين صفر اطرح سين ناقص سين صفر يطلع الاجابة بتساوي فيه طب متجه السرعة هي ازاي هو مشتقة متجه الازاحة او مشتقة متجه الموضع بالنسبة للزمن العجلة ممكن اجيبها بتلت طرق يما هنشتق السرعة بالنسبة للزمن يما هنشتق الازاحة مرتين بالنسبة للزمن يما هنشتق متجه الموضع مرتين بالنسبة للزمن اخر علاقة مهمة جدا بتربط لي عين وسين ببعض وازاي يجيب جيم منهم لو كانت عين دل في سين جيم تساوي عين مضروبة في دال عين على دال سين ودي امرها بالنسبة لي سهل شوية لو عايز ادردش معاكم فيها وهي فكرة ان جيم اصلا معناها زي ما انت قلت دال عين على دال نون بتساوي العين هي دال سين على دال نون مضروبة زي ما هو كتب دال عين على دال سين نقدر نطير دال سين مع دال سين ترجع المسألة تاني دال عين على دال نون زي ما كان الطرف الايمن فيبقوا الطرفين فعلا متساويين العلاقة دي باستخدمها دايما لما تبقى عين دال لفسين وانا عايز اجيب جيم منها مباشرة نبدأ مع بعض مع اول سؤال ازا كان القياس الجبري لمتجه الازاح الجسم يتحرك في خط مستقيم يعطى من العلاقة فيه تساوي طبعا هو هنا مدينا متجه الازاحة نقدر نحوله بيننا وبنبعض انها متجه سرعة يعني هنجيب مشتقته هتبقى تلاتة نون تربية ناقص اتناشر نون زي التسعة ده مين ده ده متجه السرعة بالمرة نجيب له متجه العجلة العجلة هتساوي هنشتقى مرة تانية هتبقى ستة نون ناقص اتناشر يبقى انا عندي متجه الازاحة عندي متجه السرعة او القياس الجبري للسرعة وعندي القياس الجبري للعجلة ولانه مش عامل علامة المتجه فده اسمه القياس الجبري عايزين عجلة الجسم عندما تنعدم السرعة ايه ده ده بيسأل سؤالين في سؤال هو عايز العجلة? ولا عايز السرعة? هو بيقول لي انا عايز عجلة الجسم عندن عدم السرعة يبقى انا عايز اجيب العجلة كام لمكانت الصرعة بصفل يبقى هنقول له تعالى نحط مكان السرعة صفل يبقى نقدر نقول له عين بتسوي صفل طبعا نقدر نحعل المقدار ده بعد الاسم على تلاتة فهيبقى نون لكل تربيع ناقص اربعة نون زائل تلاتة بيساوي صفل ده معانا ان اما نون بتلاتة واما نون بواحد هنعود عن العجل عن نوم بتلاتة ونعوض عن نوم بواحد لما تعوض عن نوم بتلاتة تطلع الجيم بتساوي تلاتة في ستة بتمنتاشر ناقص اتناشر بستة تعال نعوض بواحد تطلع جيم بتساوي سالب ستة يبقى تنعدم السرعة يبقى نوم بتلاتة ونوم بواحدة وعايز العجلة عوضنا عن جيم بتساوي مرة نوم بتلاتة وتلاتة بستة ومرة نوم بواحد تلاتة بسالب ستة ده السؤال الاول السؤال التاني سرعة الجسم عندما تنعدم العجلة طب ايه تنعدم ما احنا لسا عيدين يعني ايه تنعدم العجلة يبقى ده معناه ان العجلة بتساوي صفر هنطلع اللي اتنشر بعكس اشارتها ونقسم على الاتنين يبقى نوم بتساوي اتنين تعالنا نعود في السرعة لانه طالب السرعة هنقول له عين تساوي تلاتة مضروبة في اتنين تربيع باربعة ناقص اتناشر مضروبة في اتنين زائد تسعة تلاتة في اربعة باتناشر وتسعة يبقى واحد وعشرين ناقص اربعة وعشرين بسالب تلاتة ده او قياس الجابري للسرعة لما تنعدم العجلة الطلب التالت المسافة المقطوعة من نوم بتساوي صفر الى نوم بتساوي اتنين تعالنا اتفق مع بعض ان في فرق بين الازاحة والمسافة الفرق بين الازاحة والمسافة ركز معايا في السؤال ده لانه صعب شوية عشان نجيب العلاقة بين الازاحة والمسافة لازم نفتكر مع بعض هل الجسم خلال الفترة دي غير اتجاه حركته ولا لا تعالوا اندردش مع بعض هو انا امتى الجسم بيغير اتجاه حركته قال لي لما تبقى السرعة بصفر انا لما خليت السرعة بصفر تلاتة اتنون بتساوي تلاتة ونوم بتساوي واحد هل اي فترة اي نوم بواحدة فيهم بتنتمي للفترة من صفر الاتنين قال لي اه عند الواحد يبقى حضرتك هجب لي متجه الازاحة مرة بصفر هنعود بواحد ونخد قبلها ونخد بعدها ونجمع القيمتين معي عشان اعود عن القيم تعالوا اندردش مع بعض ونشوف انا عايز اشوف المسافة بعد نون سانية الجسم هيبقى وصل لغاية فين ركز معي كده هنقول له فيه لما نون تساوي واحد تساوي مستر محمد عشان اجيبها دي انا ممكن اشتغل بطريقة التكامل وممكن اجيب كل فترة زمنية وهشوف الناتج بيساوي كامل هنعود عن نون بواحد هيبقى واحد ناقص ستة زائد تسعة واحد وتسعة عشرة وستة باربعة يبقى بعد ثانية واحدة كان مشي مسافة بتساوي اربعة طب بعد ثانيتين لما فيه بتساوي اتنين هنعود عن نون باتنين في في متجه الازاحة هتبقى تمانية ناقص اربعة في ستة باربعة وعشرين زائد تسعة في اتنين بطمنتاشر يبقى الاجابة بتساوي اتنين ده معناه ان بعد ثانية واحدة كان الجسم مشي اربعة بعد ثانيتين كان الجسم على ازاحة اتنين يبقى ده معناه انه مشي اربعة ورجع اتنين يبقى المسافة بتساوي ستة متر خد بالك في فرق بين الازاحة والمسافة لو كان قال الازاحة كنت قلت له الازاحة اتنين لان العواطب اتنين طلعت بتساوي اتنين لكن المسافة عشان اجيبها انا عايز اعرف الجسم قطع مسافة ادي بعد ثانية واحدة قطع مسافة اربعة. طب انا لما حسبت الازاحة بعد سنيتين لقيتها بتسوي اتنين. ده معناه انه رجع اتنين. يبقى مش اربعة ورجع اتنين يبقى المسافة المقطوعة هي ستة سنت او ستة واحدة طول على حسب الوحدة المستخدمة في المسألة. اخر سؤال بيقول لي وضح فترات التصارع والتقصير لحركة الجسم. علما بان المسافة بالمتر ونوم بالسانية. كده حكم الوحدات اللي بشتغل بيها. يبقى كده المسافة المقطوعة بتسوي ستة. هناك العجلة بتسوي سالب تلاتة متر عالثانية تربية. هنا لو انا عايز السرعة يبقى العجلة هنا بنفس القيمة. دي سرعة يعني متر عالثانية بس دي اللي هتبقى متر عالثانية تربية. متر عالثانية تربية لان دي وحدة العجلة. مفترات التصارع بقى. تعاني افتكر مع بعض ان انا عندي خاصل ضرب جيم في عين. جيم بكام احنا طلعناها? ستة نون ناقص اتناشر. عين طلعناها تلاتة نون تربية. ناقص اربعة ناقص اتناشر نون. زائد تسعة. الكلام ده كله. انا عايزها تبقى متسرعة او تقصرية. خد من القوص ده ستة عامل مشترك. ومن القوص ده تلاتة عامل مشترك يبقى تمنتاشر. هنا هيبقى نون ناقص اتنين. نون ناقص تلاتة نون ناقص واحد. ركزوا معي في العلاقة هنا. انا هرسم قدام حضرتك خط الاعداد. انا هبدأ عند من صفر الاول الدراسة. وبعدين واحد وبعدين اتنين وبعدين تلاتة. ركز معي عشان نعرف العلاقات. من صفر الواحد اي رقم من صفر الواحد هيبقى ده سالب. وهيبقى ده سالب. وهيبقى ده نص او ربع او تلت او كده هيطلع نص ناقص اتنين بسالب وده سالب وده سالب. سالب في سالب في سالب يبقى الاشارة هنا سالبة. يبقى الحركة تقصرية من صفر الواحد. طب تعاني اخد من واحد لاتنين. من واحد لاتنين يبقى انا اكبر من واحد يبقى ده موجب. بس ده هيبقى سالب وده سالب. وساعتها الاشارة الكلية موجب. يبقى الحركة هنا متسرعة. طب خد سين اجمع النون من اول اتنين لتلاتة. اكبر من اتنين يبقى ده موجب. وده موجب. يبقى ده بس اللي سالب يبقى الاشارة هنا سالب وتقصرية. اخر حاجة اكبر من تلاتة يبقى ده معنا ان ده يبقى موجب وده موجب وده موجب. يبقى كده الاشارة هنا موجبة يبقى العجلة في العين اكبر من صفر. يبقى من صفر الواحد الحركة تقصرية. امال من واحد لاتنين الحركة متسرعة من اتنين لتلاتة الحركة تقصرية من تلاتة لاربعة الحركة متسرعة بس خليك فاكر ان انا عندي برنامج الجو جبرة ممكن ادخل عليه الفقرة بتاعة الفيه وهدرس منها هي الحركة هتبقى متسرعة او لا من خلال دراستي ليه فترات التزايد والتناقص لرسم منحنة الدلة التربعية والدلة التخطية وادرها بحس الاشارات احنا بقى عشان ندينه الاجابة هنقول له من اول صفر لغاية واحد الدلة مالها هقول له دي تقصرية طب من اول واحد لغاية اتنين الدلة متسرعة طيب تقصرية كمان مرة من اتنين لتلاتة يبقى في كمان الفترة من اتنين لتلاتة اما متسرعة تاني من تلاتة الى ما لا نهاية يبقى كده انا درست اربع طلبات لو انا استوعبتهم كويس يبقى انا جزء تفاضل الدول المتجهة بالنسبة لي بقى مفهوم بنسبة تربيرة خذف حجر رأسيا الى اعلى وكان ارتفاعه سين بعد سانية من قذفه يعطى بالعلاقة سين تساوي تسعة واربعين نون ناقص اربعة وتسعة من عشرة نون تربية اوجد اقصى ارتفاع يبلغه الجسم ثم القياس الجبري لمتجه السرعة عندما يكون الحجر على ارتفاع تمانية وسبعين واربعة من عشرة متر ثم وجد مقدار سرعته عند از عايز اقصى ارتفاعه هيوصل له الجسم تعالى بس نجيب متجه السرعة ومتجه العجلة عشان نجيب متجه السرعة هنشتق هنقول له عين تساوي تسعة واربعين ناقص اربعة وتسعة من عشرة في اتنين تبقى تسعة وتمانية من عشرة نون كده انا جبت متجه السرعة عايزين نحوله الى متجه العجلة هنشتق مرة تانية هيبقى سالب تسعة وتمانية من عشرة متر عالثانية تربية طيب هو عايز اقصى ارتفاع اقصى ارتفاع بيوصل للجسم يعني الجسم هيغير اتفاعه بعد كده يبقى عين بتساوي صفر تعال نساوي العين بالصفر عشان اطلع منها نون فهقول له دلوقتي تسعة واربعين ناقص تسعة وتمانية من عشرة نون الاجابة بتساوي صفر عشان احصل على قيمة المقدار ده هطلع التسعة واربعين برة بعكس الاشارة وارجع اسم على تسعة وتمانية من عشرة هيبقى نون هتساوي تسعة واربعين على تسعة وتمانية من عشرة اسمها بالالة هيدينا خمس ثواني يبقى الجسم هيوصل لاقصى ارتفاع بعد خمس ثواني طب انا لسه ما جبتش اقصى ارتفاع اقصى ارتفاع يبقى روح اعود عن سين اما كان كل نون بخمسة يبقى هو له سين تساوي تسعة واربعين مضروبه في خمسة ناقص اربعة وتسعة من عشرة مضروبه في نون تربيع اللي هي خمسة وعشرين. ان هو كان طالب اخصى ارتفاع مش زمن اخصى ارتفاع. زمن اخصى ارتفاع هو خمس سواني لكن هو عايز اخصى ارتفاع. خمسة في تسعة بخمسة واربعين. اربعة في خمسة بعشرين يبقى اربعة وعشرين ناقص. هنضرب فوق فاربعة وتحت فاربعة. لما اضرب فاربعة تبقى تسعة واربعين على الاربعة. فيها الاتناشر وخمسة وعشرين من مية. انا اقدر اجيب من هنا قيمة المقدار بتاعي لما ضربنا فوق فاربعة وتحت فاربعة فده بقى مية بقى ربعمية وتسعين ربعمية وتسعين على الاربعة يعني من ربعمية وتسعين على الاربعة نغير ده عشان الرقم مش هيطلع كده مظبوط احنا قلنا هنقسم نضرب دول بالالف ومجرد ان هضرب المقدار ده بالالف هيطلع ربعمية وتسعين على اربعة طبعا ربعمية وتسعين على الاربعة تطلع اجابتها بتساوي بعد الطرح متين خمسة واربعين ناقص اربعة على الاربعة فيها الواحد. تسعة الاربعة فيها الاتنين. ونص. لان انا لما اجي حسبها قيمتها معي بالمقدار بتاعي. هتبقى عشر على الاربعة. عشر على الاربعة فيها الاتنين. ويتفضل نص يعني مية اتنين وعشرين ونص هنترحهم. هيطلع قيمة العجلة. بتساوي مية اتنين وعشرين ونص متر. انا كده حصلت على الاخصى ارتفاعي وصل له الجسم. بعد كده بيقول لي القياس الجبري لمتجه السرعة عندما يكون الحجر على ارتفاع. ارتفاع يبقى ده بيمسل الازاحة. يبقى هقول لنفس دلوقتي اربعة وتسعة تسعة واربعين نون. ناقص اربعة وتسعة من عشرة نون تربية. يسوي تمانية وسبعين واربعة من عشرة. اقدر احل لها معادلة. هنجيبها كلها في طرف واحد. هيبقى اربعة وتسعة من عشرة نون تربية. ناقص تسعة واربعين نون زائد تمانية وسبعين. واربعة من عشرة نقسم كله على اربعة وتسعة من عشرة هنا على اربعة وتسعة من عشرة يروح هنا على اربعة وتسعة من عشرة فيها العشرة هاسم ده على اربعة وتسعة من عشرة فهنا لما اسم الاول على اربعة وتسعة من عشرة هنا على السبعة فيها الواحد فيها الاتناشر على السبعة تاني يبقى فيها الواحد وفيها الستة يبقى قدر اقول له هنا في ستاشر يبقى المعادلة هي نون تربيع ناقص عشر نون زائد ستاشر حللها تطلع نون باتنين تطلع نون بتمانية كده احنا حصلنا على قيمة الزمن اللي بيصل فيه الى اقصى ارتفاع وهو اه الارتفاع تمانية وسبعين واربعة من عشرة ثم اوجد مقدار سرعته عند ذلك هناخد الرقمين نعوض عن نون باتنين في متجه السرعة ونرجع نعوض عن نون بتمانية في متجه السرعة فنعرف سرعته في كل حالة من الحالتين بكام يبقى انا بعد ما عرفت نون طلعت مرة باتنين ونون مرة بتمانية هعوض عشان اجيب السرعة في اللحزة دي نشيل كل نون نحط اتنين تبقى تسعة واربعين ناقص تسعة وتمانية من عشرة في اتنين مرة تانية تسعة واربعين ناقص تسعة وتمانية وتمانية من عشرة فتمانية هصلنا على السرعة في كل لحزة حدك هتعملها بسهولة بالقالة وتضحص القيمة بتساوي كامل. يتحرك جسم في خط مستقيم بحيث كان القياس الجابري سرعته يعطى من العلاقة عين تساوي خمسة على اربعة زائد سين اوجد العجلة لما سين باتنين. احنا واحنا بنشتح العلاقات في الاول قلنا ساعات يدينا عين دالة في سين مش في نون. نفتكر القانون كانت جيم تساوي لو حد فاكر جيم تساوي فكرني كده عين مضروبة في دال عين على دال سين. عشان اجيب جيم كنا بنضرب عين في دال عين على دال سين. يبقى انا محتاج منك دلوقتي تجيب لي مشتقط عين بالنسبة السين. سهلة انا عندي عينة هيطة هنشتقها. يبقى دال عين على دال سين تساوي. هنربع المقام هيبقى اربعة زائد سين لكل تربيع. مشتقط البسط بصفر. في المقام اربعة زائد سين. ناقص. مشتقط المقام بواحد في البسط بخمسة. هو عايز نعوض مكان سين باتنين. هيبقى فوق فيه سالب خمسة وتحت ستة وتلاتين. حصلنا على دال عين على دال سين. يبقى جيم هتساوي. عين بكم? قال لي عين هي اربعة زائد خمسة في سين. اربعة اه خمسة قصدي على اربعة زائد سين. سين باتنين يعني الاجابة عين هي خمسة على ستة فيه. دال عين على دال سين طلقة تسالب خمسة على ستة وتلاتين. يبقى جيم هتساوي سالب خمسة وعشرين على ميتين وستاشر. ودي العجلة بتاعتي بمعلومية السين. لما عوضنا عن كل سين باتنين. حصلنا على قيمة العجلة او القياس الجابريل العجلة. من هنا انا عايزك تركز معي ازاي تبقى عين دال لفنون او عين دال لفسين. وده الفرق بين المسال ده والله بيسالي لقابله. في الشكل المقابل. بيقول لي متى تكون الحركة متسرعة? ومتى تكون تقصيرية? بعد كده متى يتوقف الجسم لمدة زمنية اكثر من ثانية? خليكم معايا بس الاول. دي علاقة عشان نبقى واضح الرسم معنا. دي علاقة بين متجه السرعة او القياس الجابري للسرعة. القياس الجابري للسرعة والزمن. يبقى انا دلوقتي بتكلم معاكم على علاقة بين مين ومين? بين السرعة والزمن. عايزين نتفق مع بعض هي امتى الحركة تبقى متسرعة? وامتى الحركة تبقى تقصيرية? الناس الشاطرين اللي مركزين معنا يفكروا مباشرة ان الحركة متسرعة لما تبقى جيم في عين اكبر من صفر. جيم عين اكبر من صفر. وتبقى تقصيرية جيم في عين اصغر من صفر. طب انا عندي مشكلة دلوقتي يا مستر محمد ان ما عنديش دلة اقدر اشتغل من خلالها بالاشتقاق عشان اقول له جيم بكام واعين بكام واضرب وقول له اكبر واصغر. قال لي ما هم عود عن الموضوع ده برسم الدلة. فمن خلال الرسم ده بيديني علاقة بين جيم وعين. تعاني اتكلم على عين الاول. هي عين امتى تبقى موجب من خلال الرسمة اللي قدامي? وعين امتى تبقى سالب? الفايصل بيني وبينكو هو محور السينات. محور السينات بيوضح الموجب فوق والسالب تحت. يبقى وانت بتبص على المنحنة اي حاجة فوق السينات يبقى موجب. يبقى انا بالنسبة لي هنا السرعة موجبه. استنى ده انا نزلت تحت يبقى السرعة سالبة. طب مستر محمد انا تلاقيت فوق تاني بقيت السرعة موجبه من اول وجديد. طب نزلت تاني بفوق برضو يبقى موجب. هنا موجود يبقى الاجابة هنا صفر. لاني ولا تلاقيت ولا نزلت. طب ده بالنسبة لمن قال لي ده السرعة? يبقى الجزء اللي فوق ده بيمثل السرعة بالنسبة لي. تعالوا ندردش مع بعض كده ونشتغل على العجلة. العجلة هو المشتقة للسرعة والمشتقة دايما عشان اعرف اشارتها لو الدلة تزايدية تبقى موجب. لو الدلة تناقصية تبقى سالب. يبقى اللي بيحدد الموجب والسالب هو التزايد والتناقص. نمسك اول فرع. كلنا شايفين المنحنة بيتناقص يبقى هنا العجلة سالبة. طب هنا سبتة تبقى المشتقة بصفر. طب نطلع فوق ده كده بتزيد. يبقى كده المشتقة موجبة. طب ده كده بتنقص تبقى المشتقة سالبة. دي طبعا صفر مفيش اشتغال خالص. قال لي دلوقتي الاحمر بيمثل السرعة والاخدر بيمثل العجلة. انا عايز يكون حاصل ضرب يجيين في عين اكبر من صفر. يعني يا موجب وموجب يا سالب وسالب. بص معي هنا ده موجب وده سالب ما ينفعش فيه تسارع. هنا سالب وسالب يبقى تسارع. يبقى من اول واحد لغاية اتنين الحركة متسارعة. يبقى هنقول لنا في سنا دلوقتي اول علاقة ان من اول واحد الفترة من واحد الى اتنين متسارعة. طب فيه فترات تانية متسارعة قال لي اه من اول خمسة لغاية ستة هما الاتنين موجب يبقى ساعتها كمان متسارعة. من اول خمسة لغاية ستة هي متسارعة تاني. طب امال امتى بقى تبقى تقصرية لما يبقى حاصل ضرب يجيين في عين اصغر من صفر. يعني واحدة موجب واحدة ايه? سالب. وده باين معي من صفر لغاية واحد. لان موجب في سالب بسالب. يبقى الحركة تقصرية من صفر الى واحد. طب هل في تاني جزء واحدة موجب واحدة سالب قال لي اه عندك من اول تلاتة لغاية خمسة. ده سالب وده موجب يبقى كمان الفترة من تلاتة لخمسة. تقصرية. طب لسه فاضل فترة كمان وهي من ستة لسبعة. الدلة فيها موجب وسالب يبقى من اول ستة لغاية سبعة برضو تقصرية. يبقى انا هنا درست له من خلال الرسمة الدلة امتى متسارعة? امتى تقصرية? بيقول لي متى يتوقف الجسم لمدة زمنية اكثر من سانيتين? يا اكتر من سانية. يتوقف يبقى السرعة بصفر. السرعة هنا بصفر. والسرعة هنا بصفر. قال لي اكتر من سانيتين? اكتر من سانية يبقى هو قصده في الفترة من اول كام لغاية كام? يتوقف في الفترة من اول سبعة لغاية تسعة. يبقى من اول سبعة لغاية تسعة الجسم متوقف لان السرعة بتساقوه من خلال الرسم قدر تحصل على معلومات من غير وجود دلة يبقى الرسم بيوضح لي حاجات مهمة. قبل مقفل الحتة دي عايز اتكلم معاكم في ثلاث حاجات لان انا بتكلم على الدلة. والمشتقة والمشتقة التاني. الدلة هي متجه الموضع او الازاح. المشتقة هي السرعة. المشتقة التانية هي العجلة. عشان نرجع للتفاضل خليك فاكر. ان امتى الدلة تبقى موجبة في الدلة الاساسية لما تكون فوق محور السينات. سالبة تحت محور السينات. طب المشتقة اللي هي بتمثل عندنا التزايد والتناقص. لو الدلة متزايدة يبقى المشتقة موجبة. يعني الدلة بتاعتي موجبة. لو الدلة متنقصة يبقى سالب. طب امتى بقى المشتقة التانية تبقى موجبة لما يكون التحدب لاسفل? امتى المشتقة التانية تبقى سالبة لما يكون التحدب لاعلى? اي مسألة هلاقي فيها التحدب لاسفل يبقى العجلة بتاعتي موجبة? اي مسألة التحدب لاعلى يبقى العجلة سالبة عشان اقدرحكم على التصارع والتقصير من خلال الرسم. كده احنا انتهينا من الجزء الخاص بتفاضل الدوال المتجهة نلتقي ان شاء الله المرة القادمة مع تكامل الدوال المتجهة عشان يبقى خدنا تفاضل وخدنا تكامل بالنسبة لنفس المتجهات الازاحة والسرعة والعجلة الى اللقاء في الحلقة القادمة